الأمال في مستوياتها الدنيا على ما يبدو في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ في الدوحة حيث تبذل الجهود في الساعة الأخيرة من المؤتمر من أجل انتزاع اتفاق جديد يخص مكافحة الاحتباس الحراري اتفاق ينتظر أن يكون جزءا من بروتوكول كيوتو شيء واحد ينبغي أن يتغير لا يمكن أن يستمر هذا الحال حيث دول قليلة من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى وحدها تلتزم بالتعهدات وتحاول الأسرة الدولية توزيع خفض الغاز المسبب لارتفاع حرارة الأرض بشكل عادل بين الدول ما نأمله هو أن تكون هناك آلية والتركيز على السنوات المقبلة إلى غاية أجل 2015 المحدد وأن ندفع بالطموحات قدما وبين دول الشمال والجنوب مواجهات تتعلق بقضية المساعدات المالية للدول النامية من أجل مواجهة الاحتباس الحراري